تخلص من البقعة الدكنة والكلف، الكنف، الدسة، النمش، البقعة، بقعة الحمل، بقعة الإهمال، والتعرض المفرد لأشعة الشمس، والتخلص منها بسرعة فائقة في المنزل. من أجل صنع هذا العلاج وهذا الروتين، نحتاج إلى حبة بطاطس نيئة بقشورها، نقوم بتقشيرها وهرسها، والتحصل على مهروس البطاطس. البطاطس غنية بالنشاة، تزيل البقعة والنمش من الوجه، فيها عناصر طبيعية مغذية للبشرة لإزالة كل البقعة والنمش المكتسبة عن طريق الإهمال. نستمر في البرش حتى نتحصل على خالط مبشور البطاطس النيئة، لقد تحصلنا على مهروس مبشور البطاطس. بعد أن انتهينا من بشر البطاطس، نقسمها إلى ثلاث أجزاء، جزء نصنع به الغاسول اليومي الخاص بإزالة النمش والبقعة من الوجه، وجزء نصنع به المقشر، وجزء نصنع به الماسك، هو روتين متسلسل. نبدأ الآن بصناعة الغاسول اليومي الصباحي أو المسائي. عصير البطاطس المبشورة نضيف له الحليب العادي يعني مقدار ثلاث ملاعق كبيرة. نخلط المزيد جيداً. يومياً سواء مساء أو صباحاً، أغمسي قطعة قطن في هذا الخالط، ومررها على الوجه بمصاج دائري، دائري من الأسفل إلى الأعلى، بعكس اتجاه الجاذبية من أجل تنشيط الدورة الدموية، وجعل الدم والأكسجان يتدفق إلى البشرة، مما ينشط ويحفز إنتاج مادة الكولاجان التي تكافح الأشي الخوخة، وتكافح البقعة، وتزيل تلك الطبقة الصماء المزعجة الموجودة في البشرة، وحتى النمش والكلف. ينغمس بهذه الطريقة، هكذا، وعملي مصاج، مصاج دائري دائري حتى تنتهي من التدليك، ثم يغسل الوجه بعد ذلك بالماء العاد، وننتقل بعدها إلى مرحلة المغشر. نضع القليل من مهروس البطاطس الذي حضرناه في بداية الفيديو، مهروس البطاطس نضيف له الأرز، الأرز العادي، اتحانيه، يصبح هكذا، نضيف مقدار ملعقة كبيرة، نضيف القليل من ماء الورد، مقدار ملعقتين، نخلط جيداً، ونضيف النشاء، نشاء الذرة الميزينة كورنفلاوة النشاء، نقدر ملعقة، ونستمر في الخلط. قشير البشرة بهذا المزيج لمدة ثلاث دقائق، مصاج دائري بأطراف الأصابع، هكذا، بعد مرور ثلاث دقائق، قوم بغسل البشرة بالماء العادي، وننتقل بعدها إلى مرحلة الماسك، نضع كمية من مبشور البطاطس الذي حضرناه في بداية الفيديو، نضيف له ملعقة من الشوفان، الخرطال، مطحون، هذا هو الشوفان، ملعقة، نضيف أيضاً ملعقة من بذور الكتان، زريعة الكتان، مطحونة، نقوم بتحنها، هذه هي زريعة الكتان مطحونة، بذور الكتان، ملعقة، ضيفي ملعقة من جل الألوفيرا، إذا كانت غير متوفرة عندك، يمكنك استبدال جل الألوفيرا بالحليب، نخلط جيداً، ثم طبقي هذا الماسك على الوجه كامل، على جوانب العين والرقبة وكل الوجه ومناطق الكلف الموجودة في البشرة، تركيه لمدة ثلاثون دقيقة، قوم بإزالته بعد ذلك بغسل البشرة بالماء البارد، وكرر غسل الوجه بالماء البارد، ورطي بالبشرة، هذا الماسك استعمله يومئي ويوم لا، يعني أربع مرات في الأسبوع تقريباً، ولا يمكن الاحتفاظ بالخلطة في الثلاجة، هذا الروتين استعمله متسلسل، الغسول يومياً أغسل به البشرة، المقشر مرتين في الأسبوع، والمسك أربع مرات في الأسبوع، سيزول الكلف والبقع الداكنة، وتصبغات البشرة بشكل طبيعي، تخلصك من البقع البنية، والكنف، الدسة، النمش، بقع الحمل، وبقع الإيمال، والتعرض المفرط لأشياء الشمس في فصل الصيف، أو في غير فصل الصيف، تخلصك من كل هذه المشاكل بسرعة، داومياً لها، ورطي بالبشرة دائماً بعد استعمال هذا الروتين، وكتبي لرأيك في التحليقات،